فترة 45 يوم اللي بيحتاجها فريرة عشان يفرط طريقته ممكن تخسرنا الدوري وتطلعنا من افريقيا احمد خير دي نقطة مهمة جدا اه هو خاد المرة اللي فاتت 45 يوم لكن دي كانت ظروف هل انت عارف ان فريرة بيحتاج دايما 45 يوم لا مش شرط ده ده حاجة حصلت في الماضي فما تستنسخش الماضي وتقول لو ما توفرش نفس عامل الماضي يبقى مش هينجح اعتقد انه ممكن ينجح لكن مهمة كمان ان زي ما انت بتقول تبقى عارف ان هو محتاج وقت والاهم بقى ودي رقم 3 ليه فكر ان اخر المطاف يعني افريقيا والدوري السنادي ليه مش شايف ان فيه مستقبل خبالك جزء مثلا من نجاح تشافي هرناندز مع برشلونة مش انه حي هيكسب الدوري الاسباني على سبيل المثال لكن الناس شافت ان الفرقات راحت للطريق الصح وبالتالي الناس بقت عارفة ان برشلونة ماشي في الطريق الصح وبالتالي الجمهور بقى منتظر اللحظة اللي هيعود فيها للمنافسة ما تبصش تحت رجلك بص تحت رجلك وبص قدامك بقريب شوية وبص قدامك لبعيد لو جوز بلدو فريرة على سبيل المثال يعني على سبيل المثال لم يوفق في افريقيا ما ترميش ورقة الدوري ولو بتاعت المنافسة عبدوري ما تقولش انه فشل لو هو ماشي في طريق صح وانت حسس ان فيه تحسن في كل حاجة في الفرقة يبقى سيبه لان في النهاية الموسم ده مهم لكن الموسم اللي بعده مهم واللي بعده مهم واللي بعده مهم في نفس الوقت